أهلا أحبائنا مشاهدينا مرة تانية رح نتكلم في هذه الحلقة تكمل للحلقات اللي مضت كيف تشهد النتائج العملية للكتاب المقدس ومين ممكن يكون أفضل من القصة رضا عدلي أخ عزيز ولزيز محبوب وموهوب على فكرة أنا بقتبس كلماته لكن طبعا قسيس رضا أشهر من أن يعرف فهو معروف لدى الكاثرين وكان واحد من الأشياء الجميلة لما كان بيخدم في راديو منتو كارلو أو موناكو كان يعني كان بيخدم في موضوع الكتاب المقدس أو عبر الكتاب المقدس وهذا طبعا بيعطيه الأهلية والكفاءة أنه يتكلم عن هذا الموضوع عدا عن خبرة السنين الطويلة في خدمة الرب ومشهود له من الأحباء في مصر وبشكر الله من أجله لأنه هو شخص بركي إلي أنا شخصيا وأكيد أنت لمسته أنه هو بركي كبيري للعديد من المشاهدين وتشوفوه على القنوات الفضائية بشكل مستمر أهلا وسهلا قسيس رضا أنت معنا على الهوى فضلا شكرا أسيس نظار لهذا التقديم كتر ألف خيرك أنا أرجو أن أكون هذا الإنسان الذي تحدثت عنه وانتعرف أننا كل يوم نتغير لصورة المسيح وعايشين عشان نخدمه ونكرمه ونعظمه ونعليه بصلي من أجل ليكون نور بصلي من أجل نور لجميع الأمم بصلي من أجل حضرتك الأسيس نظار شعين كشخص بيونير في مجال الميديا المسيحية وبالذات في الكريستي الأركيولوجي أو في الحفريات اللي هي واحدة من ضمن الأدلة اللي بتتكلم وهي صامتة لكن الحجارة بتشهد حتى إذا كان البشر ما شاهدوش وأنا بصلي من كل القلب أن ربنا يساعدك أنك تتقدم لنا برنامج أكاديمي علمي عن الكريستي الأركيولوجي عن الحفريات التي تثبت صحة الكتاب المقدس